بحسنة علاجيني، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. في الثاني، كنت أخبرنا المرة الماضية عن الـ experiment on a nerve fiber, law of all or none, with modulation by frequency. وقالنا لدينا أن the nerve fiber, the nervous message at the level of the nerve fiber is coded or modulated by frequency of action potential, not by amplitude. طيب هلا imagine that برأيكم كل الخلايا العصبية بجسمنا transmit nervous messages in the same speed كلهم عندهم نفس السرعة يعني انا هلا اذا باخد خلية عصبية لانسان من دماغه او خلية عصبية لانسان من ايده او خلية عصبية لأي كائن حي تاني هلا هود الخلايا العصبية برأيكم بينقلوا الرسائل العصبية كلهم بنفس السرعة بنفس السبيد اوكي sure not so Neurons or nerve fibers transmit nervous messages in speed different from another neuron اوكي يعني each neuron transmits the nervous message in a speed different from the other يعني كل النيورون رسالة العصبية بقلبه الى سرعة واحدة خلي انا اتذكر انا اياكن انه this is a neuron اذا انا بدي اخد neuron this is a multipolar neuron اوكي تنتقل بالخلية العصبية is transmitted in one direction dendrites cell body axon terminal اذا في نيورون تاني وراها بتنتقل لعنده يعني هي بتنتقل من one neuron لone neuron dendrites cell body axon terminal لعند النيورون التاني dendrites cell body axon terminal arborization دايما عنده هيدا الاتجاه دايما عنده هيدا الاتجاه اوكي only this direction بس هكي بتنتقل nervous message dendrites cell body axon terminal arborization اوكي يحطوا لهي قاعدة براسكن هلا what's the meaning of factors that affect the propagation of the nervous message العوامل اللي بتأثر بانتقل الرسالة العصبية يعني بسرعة الرسالة العصبية من هن العناصر اللي بتتحكم بسرعة الرسالة العصبية هل الرسالة العصبية بكل الخلايا العصبية عندها same speed we are going to see okay the nervous message is unidirectional what's the meaning of the word unidirectional unidirectional means انه الرسالة العصبية بتنتقل باتجاه واحد only in one direction only in one direction it has the following direction اللي شايفينه قدامكن وطبعا هون انا راح ارسم neuron تاني neuron تاني this is another neuron هيك for simplicity هيدا neuron تاني لقت مع neuron الاول رسالة العصبية راح توصل تنتقل من neuron الاول من neuron التاني in the same direction okay so this is the idea انه nervous message is unidirectional يعني عندها اتجاه واحد بتنتقل فيه الرسالة العصبية بالخليل العصبية now let's talk about the speed of the nervous message سرعة الرسالة العصبية في عندي two factors بيتحكموا بسرعة الرسالة العصبية عاملين رئيسيين بيتحكموا external factors and internal factors شي يعني external factors and internal factors عوامل من خارج الجسم بتتحكم بسرعة الرسالة العصبية وعوامل من داخل الجسم internal خلينا نبلش بال external factors like temperature بتشوق الحرارة لما انتعلق كتير الحرارة الرسالة العصبية بجسم الانسان بتأسرع شوي وبتحدد بالدماغ رح أعطي example هلأ شوي مبسط رح أقرب الايديا انه لما يكون الانسان مثلا مشوب اوكي بيكون ديق خلقه معصب ليش؟ لانه بتكون الرسالة العصبية رايحة وجاي بجسمه أسرع بينما بالبرد او بالسقعة بيخف انتقال الرسالة العصبية وبيكون الانسان حاس حاله ما له خلق يقوم من محله اوكي مديسينز بعض مديسينز ديكريزز او ديكريز دي سبيد او دي كريز دي سبيد بتقلل سلو داون نيروس ميسجز متل المهدئات وغيرها دراجز المخدرات بيخففوا او بيزيدوا انتقال الرسالة العصبية بيزيد لسرعتها وبيخفف لسرعتها هو كلهم اكسترنال فاكترز من خارج الجسم الفد اوقات ممكن يقسر على سرعة الرسالة العصبية اما انا اللي بهمني هون ان الانترنال فاكترز العوامل الداخلية في عندي عاملين رئيسيين بيقسروا على سرعة الرسالة العصبية بالخلية العصبية اول شي The cross section or diameter The cross section or diameter شي يعني cross section or diameter يعني هيدا القلم انا اذا بيخده بقصه هيك اوكي بقصه هيك شو بشوفو دائرة شوفو دائرة اوكي ماشي الدياميتر اللي لقلو للنيورون انا اذا بيخد النيورون this is a neuron simply هيدا خلية عصبية اوكي اذا بقصه انا من هون لهون جوتا من هون لهون هيدا اسمه diameter or cross section اوكي انا اذا عندي two water pipes اصطلين ماي واحد الدياميتر اللي لقلو اكبر من التاني يعني ها number two number one number two diameter اللي لقلو اكبر من ال one بيين عرضون اكبر اتنين اكبر من واحد برأيكم مين بمرق مي اكتر مين بمرق كمية مي اكتر منطقيا التو اكتر من ال one يعني سرعة المي وقوة دفء المي بال two اعلى من ال one هلا مش عم بيحكم ان وجهة نظر فيزيائية انا اوكي لانه هون الفيزيكس مش موضوعي انا موضوعي انه مين عم بسط الموضوع منطقيا كل ما الدياميتر للخلية العصبية يكبر كل ما بتسرع الرسالة العصبية فيها كل ما كان الدياميتر اكبر كل ما الرسالة العصبية فيها بتكون اسرع كل ما كان اصغر كل ما الرسالة العصبية بقى قلبه جواته بتكون ابطأ اوكي تاني فاكتر هو الميالينيشن وجود الميالينشيث وجود الميالينشيث بسرع انتقال الرسائل العصبية ليش؟ لانه بكل بساطة الرسالة العصبية بالميالينات ده النيورون بتصير تنط نط كلنا لازم نعرف نحن انه الميالين متل هيدا القلم ها نيورون ايدي هي الميالينشيث ويدي التاني هي الميالينشيث بيكون النيورون مبين بيناتهم فالرسالة العصبية بتصير تنط نط فوق الميالين وتنتقل اوكي باطراف الاكسون جامبينج موفمنت فمنطقيا لانه عم بتنط نط الرسالة العصبية بتكون اسرع بينما بالخلية العصبية العادية بتنتقل هك خطوة خطوة هون لا بتنط نط مثل كأنه في حواجز عم بتنط عنهم that's why the nervous message in myelinated neuron is faster hundred times more than that of non-myelinated neurons رسالة العصبية بالmyelinated neurons أسرع بكتير من non-myelinated neurons أكتر من مئة مرة كمان حركة النط هاي the jumping movement is called saltatory movement حركة القفز القفز عند النيورن لأنه رسالة العصبية بتنط نط مش إنه هي بتطلع وبتنط أكيد لا بس رسالة العصبية بتكون هون بتصير هون بتصير هون بعد الميالين ما بفيها تكون رسالة العصبية عند الميالين because myelin is insulator is an insulator عازل عازل يعني رسالة العصبية ما بتكون عنده فبتنط عنه نط okay so we have two factors that affect the speed of the nervous message external internal factors external in general فين أعرفهم أما الانترنال مهمين the cross section and myelin diameter والmyelin sheath وجود الميالين sheath بسرع رسالة العصبية كتير غياب وببطقة أما the cross section of diameter as the diameter increases nervous message is faster okay now let's go to this exercise in this experiment in this experiment the nerve fiber is subjected only to one stimulation whose intensity is above the threshold the response is recorded by the arcilescarbs with recording electrodes placed at different distances this is from stimulating electrodes document below طبعا you have to read this question أنا قريته بسرعة شوائي عندي هون stimulator stimulus هيدا اللي بيعمل stimulus حطيت ثلاثة oscilloscopes حطيت ثلاثة oscilloscopes okay طيب وعملت one stimulus here effective stimulus above threshold منطئيا الaction potential بدي بلش يمشي مين بيسجده أول شيء الـ R1 بعدين الـ R2 بعدين الـ R3 طبعا هون إذا بتطلع على الجراف اللي طلع عندي this is O1 يعني R1 R2 and R3 ليش هيك ملاحظين هون في شغلة هون اللي طلع عندي هون إذا بتلاحظوا اوكي خليني بس وضح لكم هي أكتر إذا بيخد خط أنا هيك اوكي تقريبا هيدا الخط إنه الثلاثة مع بعضه نبلشه اوكي بينما الـ action potential هون الـ action potential هون بيّن أول شيء بعدين هون بعدين هون اوكي لاحظوا الـ distance هون ليكوا هون وليكوا هون time latency period بده وقت أكتب لا يوصل منطئيا أنا إذا عندي ثلاثة أشخاص بدي يقيسوا سرعة إنسان بدي يقيسوا سرعة إنسان بدي يركد اوكي هيدا إنسان بدي يركد من هالنقطة وفي ثلاثة أشخاص وان وثو وثري بدي يقيسوا له سرعته أو وصنالوا بالفرد بسبقات الرياضة مش بقاوسوا بالفرد لا ينطلقوا المتسابقين أو وصولوا بالفرد الـ one وثو وثري سمعوا سجلوا بهاللحظة انطلق بس بعده ما حدا منهم عم بسجله سرعته مشي هالشخص وصل عند الـ one بسجله سرعته عند الـ two عند الـ three أوكي عشان هيك action potential بيّن بالـ one بعدين بالـ two بعدين بالـ three طيب شغلة تانية شغلة تانية ليش في فرق وقت لأنه بالـ one بعدين بالـ two بعدين بالـ three طيب ليش الثلاثة يسجلوا نفس الوقت stimulus هاي دي بنفس الوقت الكل سجلوها ليش؟ لأنه باللحظة اللي انطلقت فيها الـ nervous message من هون الثلاثة أوسلسكوبس حسوا فيها حسوا بالـ stimulus فسجلوها تعالي اخذ أنا وياكم من هون لهون one centimeter عاطين scale بيجي بإيسها تقريبا تقريبا أوكي الone centimeter تطلع من هون لهون one centimeter من هون لهون تطلع أدع مرتين two centimeter عم بيخذ حسب هالـ scale اللي هو عاطيني ومن هون لهون تقريبا three centimeter رح سمي هايدي D1 رح سمي هايدي D2 وهيدي رح سميها D3 أوكي منطقيا D1 بتكون one centimeter D2 two centimeter D3 three centimeter أوكي هلأ تعالي إيس المسافة من هون لهون سميها T1 وهير T2 وهير T3 إذا حسب السكيل هيدا بتطلع T1 equal one millisecond T2 two millisecond T3 three millisecond كيف بحسب speed أنا speed بتساوي delta D على delta T شي يعني delta D على delta T يعني بما معنى إنه بما معنى إنه D2 minus D1 على T2 minus T1 أو D3 minus D2 على D3 minus T2 أو D3 minus D1 على D3 minus أي اتن النقص بعض فأنا شو بتلع عندي D2 أنا حطيت هون D2 minus D1 for example أوكي D2 minus D1 حطيت على T2 minus T1 باتكون D2 T2 D1 T1 اتن النقص واحد عطنا النقص واحد بيطلع طبعا بقسم فوق على ألف وتحت على عفوا 1 centimeter per millisecond أنا هون مغلط 1 centimeter per millisecond بقسم فوق على 100 وتحت بقسم على ألف يعني كلها ضرب عشرة بتصير هلأ صار شي physics أوكي بيطلع عندي 10 meters per second سرعة الرسالة العصبية هون 10 meters per second So I calculated here the speed of the nervous message which is 10 meters per second تكون أكتر يمكن بمحل تاني تكون أقل إذا بيخد رح تكون أسرع يمكن تكون مية تخيلوا أنتوا عشرة متار بالثانية الوحدة طول جسم نا كله قد فشوفوا سرعة الرسالة العصبية قد كتير سريعة وبتختلف من محل لمحل فإذا هلأ ممكن يجيب لكم سؤال تاني بهيد الطريقة ممكن يكون عطينا السؤال بهالطريقة عمل ستيميولس هون أس بيّنت هالأسلسكوب R1 R2 R3 ممكن يكون عطينا هي مش أكشن عادي هي كون عطينا هي بشكل هي طبعا بيكون من هون لهم D1 من هون لهم D2 من هون لهم D3 بT1 T2 T3 بيكون قادرين نحسبو نحط delta D على delta T ونفس المبدأ كله منطلع speed of the nervous message في الفيديو سنعلم بإمكاننا التعليق على نارف ولكن قبل نتذكر نارف لازم نتذكر نارف بتلاقوها بالفيديو بالإنتردكشن of the nervous system part 3 حسنا نراح الفيديو إن شاء موسيقى